ازاي اضيف اصدقاء في تطبيق الايمو ده ماضي حلقتنا النهاردة فاتبع معي الفيديو للنهائي السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشور ناردة كده اقول لك ازاي نضيف اصدقاء في تطبيق الايمو بس يا ريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعملي لايك الفيديو ده ولو قول ما اتشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة ويلا بينا على تطبيق الايمو ببدأ افتح التطبيق بالشكل ده وهنلاقي التطبيق تفتح معانا وبضغط على الايكونة اللي هي فيها صورة الشخص دي ببدأ ان انا اضغط عليها لما بضغط عليها ببدأ ان انا عندك هنا حاجة اسمها جهات اتصال جديدة ببدأ ان انا اضغط عليها ومن هنا لو انت عاوز تضيف اي شخص وتعمل لي اضافة من هنا او برقم الهاتف بتكتب رقم الهاتف هنا وبتعمل لي اضافة هنا لو عندك دعوة للاصدقاء لو انت عاوز يعني تضيف الاصدقاء وتضغط على دعوة الاصدقاء عن طريق المسنجر بتضغط عليها وبتعمل الدعوة للاصدقاء. هنا كمان عندك على الواتساب لو انت عاوز تبعت اللينك بتاع الايمو بتاعك على الواتساب ان يدخلوا يضيفوك على الايمو. هنا طبعا برضو اه على الرسالة العادية وهنا على الفيسبوك. لو رجعنا برضو كده وجينا ننزل كده على الايكونة اللي انا قلت لك عليها دي. هنلاقي ان اي شخص معي الرقم بتاعك او انت ما عندك الرقم بتاعه بتلاقيه ظاهر عندك بالشكل ده كده. حتى بعد حسف الرقم بتاعه بتلاقيه برضو موجود عندك على الايمو. بتلاقي كل الاشخاص اللي انت اضفتهم قبل كده موجودين على تطبيق الايمو. بتضغط على الاسم بكل سهولة كده. بابدأ ان انا اه ابعت مسلا اه رسالة ترحبية او كل مرحبا. وبابدأ ان انا ابعت رسائل عادي جدا وهنا التسجيل وهنا ممكن ابعت صورة. طبعا احنا بقى بنبدأ ان احنا نسمح بالازونات اه علشان تقدر تتكلم او تبعت رسائل او تسجيل الصوت زي ما نشايفين كده. بس كده كل الاصدقاء موجودة عندك اهو تبدأ ان انت تتكلم اي شخص عندك على الايمو. وآآ يعني زي اضافة اصدقاء على تطبيق الايمو. بس كده عندك اي سؤالة اوصف صار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات. اشوفك على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.